بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء ما زلنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبنغرق في أنوار جوامع كلمة صلى الله عليه وآله وسلم فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عنده بحار الأنوار يفتحنا ونذوق من حلوتها اللي يخلينا حياتنا أجمل وأيسر وكمان أبسط ويخليه حياتنا كمان أكثر نورا احنا بنخصص النهاردة عشان نتكلم عن جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم فتعالوا نشوف كده إن عرض معنا حديث أنا أظن إن كل واحد فينا لما بيفهمه بيغير حياته حديث من حديث رسول الله عليه وسلم احنا تعودنا إن احنا لما نقرأ حديث رسول الله عليه وسلم نقرأها من عدة مداخل من مدخل اجتماعي ومن مدخل كمان فكري ومن مدخل كمان حياتي وإجرائي فتتنور حياتنا بكلام حضرة النبي الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله لا يأحضت النبي قال له كنز من كنوز الجنة قال بلى يا رسول الله قال فيداك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله تاني يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله ابن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فيداك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله أنتوا عارفين أن لا حول ولا قوة إلا بالله ده منهك حياة بتعبيرنا المعاصر كده يعني إزاي الواحد يعيش حياته بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد ما شاكلنا في فهمنا للا حول ولا قوة إلا بالله دلوقتي أحد ما شاكلنا عارفين إيه ما شاكلنا أنه احنا بنفهم لا حول ولا قوة إلا بالله لما الواحد يكون يائس وعاجز وخلاص مش هيعرف يوصل لحاجة وحاسس أنه هو مظلوم يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله عنده بتدعم إحساسه بالظلم بتدعم إحساسه بالعجز بتدعم إحساسه كمان بأنه هو مالوش حد صحيح الحول في اللغة وكمان زي ما تجدوا تفسير وشرح سيدنا الإمام النووي بيتكلموا على إن الحول في الحقيقة معناه ماذا قد يكون معناه التحول وقد يكون معناه الحول ماذا أن يتغير الإنسان من حال إلى حال فيكون لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا يستطيع الإنسان يتغير إلا بإذن الله ولا يستطيع أن يتغير حاله ولا أن يفعل شيئا إلا بإذن الله صحيح الكلام ده مهم أول بس أنا متعودين مني أن أنا ما أقدرش أفصل كلام حضة النبي بعض عن بعض ما ينفعش أركز على لا حول ولا قوة إلا بالله وأنا عندي جزء أساسي في تعريف لا حول ولا قوة إلا بالله مبيان مكانتها إيه الجزء الأساسي ده كنز من كنوز الجنة كنز يعني إيه شيء متضخر شيء متضخر يعني شيء واسع وإيه حكاية كنز من كنوز الجنة ما ممكن أن يكون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو ده بعين الواقع أن هي كنز من كنوز الجنة بس ليه لا حول ولا قوة إلا بالله تكون كنز من كنوز الجنة كنوز الجنة دي هي الأشياء الأشياء العظيمة أو في الجنة الأشياء الواسعة أوي وأي حاجة مرتبطة بالجنة وأي حاجة مرتبطة بالجنة وأي تكون كنز يعني متضخر لازم يبقى معناه إيه؟ معناه الخلود وعدم الانتهاء ولذلك يبقى إحنا لو عايزين نفهم لا حول ولا قوة إلا بالله إحنا بنقولها في الدنيا آه بدل بنقولها في الدنيا وهي كنز من كنوز الجنة إيه ده؟ يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله جسر بين الجنة وحياتنا الأولى يعني إيه؟ يعني اللي عايز يعيش ويشم أنسام الجنة ويعيش في معاني جمال الجنة يعيش مع لا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك إيه اللي حاصل حاضر تنبي قاله إيه كلمة هو ليه قاله كلمة وما هكونا جملة آه أنا عارف أن في التعبير المجازي في اللغة العربية بيطلق الكلمة على الجملة بس هنا إيه اللي حاصل ده هو قاله كلمة يعني إيه اللي حاصل وكأنها مفتاح للجنة مفتاح الجنة في كلمة مفتاح الجنة في كلمة فأنت عايز تفتح جنة الدنيا فعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله يعني إيه بقى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله مش معناها اليأس ولا معناها العجز لا حول ولا قوة إلا بالله معناها الأمل معناها السعة يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله هي السعة يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله معناها إيه السعة ليه السعة عندما يقول لك الملك لا تنشغل بماذا؟ لا تنشغل بما تحتاجه في حياتك فإيه اللي حاصل؟ فعندي كل شيء هو ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله أخرج من ضيقك إلى سعة الله إيه ده؟ إحنا فهمين لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني عيش بس في عجزك لا لا والله ده أحلى كلمة بيحبها المسلمون وأكتر كلمة بتنوير قلوب المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله وكأن لا حول ولا قوة إلا بالله بتقول له أخرج من ضيقك إلى سعة الله هذه أول حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله بتقول له لا تحمل همًا فالهم يحمل وعنك مولاك يبدأ تدني معنى تدني معنى وإيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله معنى ريح بالك الله يحمل وعنك يبقى لا حول ولا قوة إيه ده وكأن دي ده المعاني اللي بتحصل لنا لما نكون في الجنة آه عارف اللي يخليك تحس إن في جنة في الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله إن أنت تعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله يبقى طول الوقت كل ما الإنسان شاف إن ما فيش تغيير في حياته وإن هو عايز يستسلم يعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله فيلاقي بعد ما كان هو متصور إن ما فيش أمل لا فيه أمل يبقى إيه اللي حاصل استمر الله يدعمك استمر الله معك ما ودعك ربك وما قاله يبقى الله بيدعمك ويمول حياتك يبقى ده معنى من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله معنى من معاني راحة البال عشان كده معنى من معاني الجنة فالاستسلام هنا مش المقصود بيه اليأس ولكن المقصود بيه ما عليك بأس استمر في الأمل معك ربك ورزقه وخزائنه بص بص بقى الرابط بقى أنا جبت الكلام ده من إيه؟ لأن خزائنه ملأة سحاء الليلة والنهار إيه ده خزائنه؟ يعني كنوز؟ آه يبقى هو ده الكلام يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى المسألة ببساطة أنت كمان لازم تفهم أن لا حول ولا قوة إلا بالله مفتاح لكنوز الرحمن اللي هي خزائنه ملأة سحاء الليلة والنهار ليس عليك بأس رزقك لم ينتهي ربك معك ربك واسع وفي السماء رزقكم وما توعدون قالوا ليه؟ ليه في السماء رزقكم؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال والسماء بنيناها بأيد وإنها اللي منسعون يعني إيه؟ يعني رزقك في المكان الواسع وفي المكان الواسع ليه؟ لأنه ده المكان اللي يقدر يتحمل رزقك فده معناه أن أنت لازم تفهم وتصيغ مسألة لا حول ولا قوة إلا بالله بإنها وسع وراحة بال وزوال هم وده اللي جاي من رمز الجنة لأن الجنة مؤسس الحياة فيها على ماذا؟ على رحة البال وعلى السعادة وعلى النعيم فلا حول ولا قوة إلا بالله لمن عاش بها بهذا المعنى إلا حاصل يحس بأنه في جنة الحياة الأولى ولمن خاف مقام ربه جنتان في جنة في الحياة الأولى والدليل على زيك أنه أنتوا الآن قاعدين في جنة إذا مررتم بالرياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قالوا حلقوا الزكر وعشان كده إلا حاصل تعالوا بقى نعرف إيه اللي يخلينا متحققين بقى بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه ده معنى مهم في حياتنا ده ده معنى يدخلنا في جنة الأولى أول حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله فيها يا سيدي حاجات تخليك تتربى على التخلية وحاجات تتربى فيها على التحلية يعني حاجات تنقل قلبك وحاجات ماذا؟ تملى قلبك بمعاني وأسس في الحياة أسس حياتية تخلي قلبك متصل بالله سبحانه وتعالى المعنى الأولاني عشان تعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله وتعيش بالنفي ده لازم تعيش بأن الله سبحانه وتعالى أول بالابتداء يبقى أنت لو عايز تقول لا حول ولا قوة إلا بالله متى كان لا حول ولا قوة إلا بالله قبل وجودك ومع وجودك وبعد وجودك يعني إيه اللي حاصل ولا حول ولا قوة إلا بله مش إنت كنت إنت بتعيش بحولك وقوتك وبعدين إيه اللي حاصل وِأَزَيكِ وَمَا تَشَيُّونَ إِلَّا أنْ يَشَاءَ اللَّهِ يبقى إيه ز coordinating إيه اللي حاصل والله خلقنا وما نعمل يبقى إيه اللي حاصل يبقى ده معناه إن أنت من أول عملك ومن أول خلقك الله ماذا الله هو الذي أوجد كل هذا وده معناه إيه معناه أن أنت طول الوقت معك الله سبحانه وتعالى وتدبير الله قبل وجودك ورزق الله قبل وجودك فده يخليك إيه تعمل وإنت قرير العين فإيه المعنى اللي يبقى تنقي قلبك منه تنقي قلبك من إيه من المخاوف يبقى أول حاجة إذا كنت تريد أن تعيش بلا حولة ولا قوة إلا بالله لا للمخاوف إحنا نقول خمس لآب دلوقتي لا للمخاوف وقد نتوقف عند اللقات الخمسة دلوقتي بس ونتكلم في الحلقة القادمة على السبع معاني اللي بنمنا بها قلبنا يبقى أول حاجة لأن الله ماذا لا أول له فأول حاجة إذا كان الله لا أول له فالمخاوف من أين تأتي ونزاك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبقى أول حاجة لا خوف إذا عايز تعيش بلا حولة ولا قوة إلا بالله لا تخف يبقى أول حاجة لا تخف إذا أردت بقى أن تعيش بقى إيه بلا حولة ولا قوة إلا بالله لا تيأس لأن الله باقي لا آخرة له يبقى أول حاجة لا تخف تاني حاجة لا تيأس إحنا دلوقتي بنطهر قلوبنا من الخوف ومن اليأس إيه اللي حاصل؟ ما هو اليأس ده ديجيب حزن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نشيل كمان الخوف والحزن وفيه حاجات بقى مترتبة على ده إيه اللي حاصل؟ لما تيجي تتعامل مع الله عشان تعيش بلا حولة ولا قوة إلا بالله ماذا؟ لا تتوقع يعني إيه لا تتوقع؟ فيه فرق كبير جدا من أن تدعو الله وأن تتوقع عطاء الله فتضع لله التوقعات وتجعل الله لابد أن يعملك بحساباتك أنت ليه؟ أصل الله ليس كمثله شيء طب إيه يعني ما تتوقعش؟ عارفين إحنا بني أسل بني أسل أن إحنا متوقعين أن ما فيش حل لكن لو بطلنا هذه التوقعات السلبية ولم نتوقع ولم نضع لله سبحانه وتعالى السيناريو الذي يعاملنا به عن ارتاح البال إيه ده؟ ده صحيح ده أحد مشكلتنا أن احنا قاعدين أن كل المنافس أغلقت وكأنها مش أغلقت علينا ده أغلقت على ربنا عاوزوا بالله يبقى أول حاجة إيه اللي حاصل؟ لا تخف لا تحزن لا تتوقع ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب لما ما تحسبش ربنا وما تتوقعش ربنا هيعمل إيه؟ ليه طيب؟ في فرق أن ترجو الله وأن تتوقع ما يفعله الله يتتوقع ما يفعله الله تفضل حابس فعل الله في هذا التوقع ما تعملش كده اللي بعد كده يبقى الله ليس كمثله شيء خلاص الأمر الثاني لا تعتمد على الله عند الشدة ولكن هتمد عليه دوما ليه؟ لأن ربنا مش محتاج ربنا بس مش مدير أزمات وده وهمة عند كثير من الناس احنا بنلجأ لله لما يبقى عندنا أزمة لا إيه اللي حاصل؟ لا تعتمد على الله في الشدائد بل اعتمد على الله في كل حياتك لأن الله قائم بنفسه بنفسه سبحانه وتعالى بعد كده إيه اللي حاصل؟ لا تشرك أحدا في ماذا؟ في حب الله لك الله واحد في حب ليك لا تشرك أحدا في لطف الله بك يبقى إيه اللي حاصل؟ لا تشرك أحدا في حب الله لك وحد الله سبحانه وتعالى يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله بتقول لك إيه؟ لا تخف لا تحزن يبقى لا تخف لا تحزن لا تتوقع لا تعتمد على الله في الشدائد فقط لا تشرك أحدا مع الله في لطفه بك يا الله كل ده في لا حول ولا قوة إلا بالله ده كل ده في الجزء الأول بتاع لا حول ولا قوة إلا بالله بقى هنتكلم عن تفاصيلها ولكن خلينا أقول لكم حاجة مهمة دلوقتي إيه الحاجة المهمة اللي بقول لكم دلوقتي تعالوا يا سادة نقول عشان نعمل بده احنا خدنا الشطر الأول من لا حول ولا قوة إلا بالله عشان نشتغل ونعيش بده هقول لكم شوية إجراءات نعملها في هذا السياق إذا عايز تعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله اعمل تدريب لنفسك كل يوم على نفي المخاوف بتعمل إيه؟ لا تتوقف عن العمل وينشتد الإيه؟ وينشتد الخوف لا تتوقف عن العمل وينشتد الخوف ويجي لك أوقات كده تحسك خلاص إن الدنيا دقت الأعمال أكثر من حياتك وانت ده بيطالب منك يعرفي الشخص لما يمزق ده طالب مني حاجات وده طالب مني حاجات البيت الأولاد عايزيني أقعد معهم ويذاكر معاهم كمان الشغل طالب مني إشياء باشتغلها بعد الشغل وباشتغل أكثر من شغل وأنا مش قادر أرضي ده وأرضي ده وأرضي ده توقف وأعمل إيه؟ ولا تخف لا تخف من الله ومن الناس قم بما أنت عليه وأبسط حتى تعملها إيه؟ اعمل أول حاجة تستطيع أن أنت تعملها يبقى تعمل إيه؟ أول حاجة تستطيع أن أنت تعملها اعملها واستمر عليه لا تتوقف يبقى لا تتوقف عن العمل ولا تخف على أنك لا تصل إلى النتيجة ليه؟ ما وإحنا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله أنا عارف أن أنت أنا أبكلمكم كده أنت عارفين أد إيه قوة الحكاية دي قوة أن أنت تستمر في العمل حتى لو تكاثرت عليك الأعمال أن أنت تستمر في العمل حتى ولو كان العمل اللي أنت بتعمله ده صغير وده تحقيق لقوله صلى الله عليه وسلم خير العمل أدومه وإن قل الحاجة التانية بقى لازم يكون عندك كل يوم ورد بلا حول ولا قوة إلا بالله إيه اللي حاصل؟ ولازم تقول الورد ده في ثلاث أوقات وقت أولاني لما تحس أن أنت نجحت عملت أي حاجة ونجحت فيها تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تعود أن أنت لما تنجح وتحقق اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبوا منك أو تحقق هدافك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ليه طيب؟ عشان تحس بأن العمل ده اتغمس في جمال الجنة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأقل حاجة تقول عشر مرات لا حول ولا قوة إلا بالله وتغمس العمل اللي أنت وفقت فيه في أنسام وجمال الجنة طيب الموطن الثاني مواطن الحيرة مواطن الحيرة قول لا حول ولا قوة إلا بالله عشان ما تضعش عشان لا حول ولا قوة إلا بالله هتفتح لك أبواب الفرج فلا حول ولا قوة إلا بالله مجربة في أوقات الضيق تخرجك من ضيقك إلى سعة الله سبحانه وتعالى نبقى كمان ده موطن مهم الموطن الثالث مواطن الإيه؟ مواطن الغفلة أو مواطن المعصية قول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه الإنسان بيبقى دون أو تحت خالص في الأوقات دي فتيجي نفسه الأمر بالسوق فتلعب به وتقول له إيه؟ انت ضعت فيقول له إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله وإيه؟ ويقوم ويعمل آخر حاجة عشان أنت كمان تحس بجمال وحلاوة لا حول ولا قوة إلا بالله كل يوم فكر في حاجة تدخل السعادة على من حولك وما تقولش هي تدخل السعادة على اللي حوالي إزاي إذا كانت حاجة بسيطة اعمل حاجة بسيطة تسعد اللي حواليك مهما كانت الحاجة دي بسيطة وأتشوف العجب لما تعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله وتكون الأشياء البسيطة نظر إليها الله فينظر إليها بحوله وقوته فيشرح الصدور وينور القلوب ويجعلها أيضا ترى جمال المحبوب يا رب اجعلنا على الدوام من الذين يعيشون بلا حول ولا قوة إلا بالله وعم قلوبنا يا مولانا بهذا السر وبهذا الكنز واجعلنا على الدوام من أهل كنوز الجنة وادخلنا وارنا أنسام الجنة وجمالها في الأولى قبل الآخرة حتى إذا دخلنا الجنة دخلنا الجنة ونحن نعرف جمالها يا جميل يا رب العالمين يا رب العالمين